اشتركوا في القناة ومن خلالهم عبر عن شكره وتقديره لكل قبائل بني مطر الذين كانوا وسيظلون رمزا للعطاء الوطني الصادق وللمواقف الشجاعة في مواجهتهم للمخاطر والتآمرات ومن جانبهم رحبا الحاضرون بالأخ الزعيم معبرين عن امتنانهم لزياراته لهم ولمنطقتهم التي تأتي في إطار اهتماماته بفروع المؤتمر في كل أنحاء الجمهورية ومتابعته الحثيثة لأنشطتها وبالذات في الجانب السياسي والتنظيمي والتواصل مع الجماهير ومساعدة الناس على حل مشاكلهم ومتابعة تنفيذ المشاريع الضرورية التي تحتاج إليها القرى والعزل والمديريات وقد عبر الزعيم علي عبدالله صالح عن ساعدته البالغة بهذه الزيارة التي اطلع خلالها على أحوال المواطنين الذين يتطلعون إلى حياة الكرامة والعزة والحرية والأمن والاستقرار مقدرا تقديرا عاليا ومثمنا صدق المشاعر الأخوية التي أبداها أبناء بني مطر تجاهها وحرصهم على الارثقاء بدور المؤتمر الشعبي العام كونه يمثل نبض الشعب وتطلعات الجماهير ويتميز بالوساطية والاعتدال بكونه حاملا ومعبرا عن هموم وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني وحثهم الأخ الزعيم على المزيد من الثبات وتفعيل عمل المؤتمر في الجوانب السياسية والتنظيمية والاجتماعية متمنيا لهم التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر